ليل الأحبة بدره نور بدى والطير من فرط المحبة قد شدى والثور بل له تمثل والنادى والددى وبالمساء إذا اجتمعنا على الهدى إذا اجتمعنا على الهدى وهي النهاردة هيكون معنا نموذج مشرف من نماذج أصحاب الصبر والعزيمة النهاردة هنتكلم عن متحدي الإعاقة وإزاي قدروا بسبب صبرهم وعزيمتهم أنهم ينشئوا منتخب للكرة الطيرة اسمه المنتخب منتخب مصر لمتحدي الإعاقة للكرة الطيرة هيكون ضيفنا النهاردة كابتن محمد رؤوف المزير الفني لمنتخب مصر لمتحدي الإعاقة برحب بك كابتن محمد أهلا بك حزيزي محمد أهلا بك وأهلا بقناة الندى وبرنامج حريك الجميل والدفع الجميلة لمتحدي الإعاقة جزاك الله خيرا كابتن محمد خلنا في البداية نقول الرياضة هل بتعد أو يعد الأصحاب العزيمة من متحدي الإعاقة اللي قدروا أن هم يكونوا منتخب للكرة الطيرة يعني الرياضة بتكسب متحدي الإعاقي أولا بسم الله الرحمن الرحيم وأحب أقول الشعب المصري كله كل سنة وهم طيبين من نسبة شهر مداني الكريم أعادوا علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله الحقيقة إن الرياضة مفهوم كلمة الرياضة دي منهك حياة يعني إحنا عايزين نستخدم كلمة الرياضة دي أسلوب حياة ومنهك حياة لنا كلنا ما فيش فرق ما بين متحدي إعاقة أو إنسان سوي طبعا طبعا ولكن هي بتبقى حافز لمتحد الإعاقة ممكن لتغيير حياته كاملة حضرتك تعلم وإحنا كلنا نعلم إن ممكن الإصابة لأي فرد فينا صح ممكن بيمر بحالة نفسية غير طبعية أو حالة نفسية ناحية الاتجاه السالبي يعني أو الاتجاه السالبي أو المعاكس فبيبتدي الشخص بينطوع على نفسه بيبتدي يقعد في البيت بيبتدي العلاقات الاجتماعية التنعدم من عنده كل ده بيأثر على شكل حياته طيب إحنا عايزين نخرج من المنطقة دي للمنطقة الإيجابية فهي حجر الزاوية أو تغيير الحياة ممكن عن طريق ممارسة الرياضة تمام مش شرط إن أنا أمارس رياضة إن أنا أبقى بطل فيها صح خالص بالعكس ده مجرد إن أنا أروح مكان أمارس الرياضة هنا ربطنا بين الناحية الرياضية والناحية الاجتماعية لما أروح نادي هأعد هتعرف على أصدقاء الناس هتعرفوا علي هبفيه صلة اجتماعية في صلة رحم بين الناس ده الهدف من الرياضة تعارف والأخاء والمحبة ما بين الناس تمام إنما لو وصلت الرياضة للمرحلة التانية أو للمرتبة اللي بعد كده اللي هي مرتبة البطولة أو قطاع البطولة وإزاي الولد المتحدر إعاقة يقدر يكتسب خبرات من خلال المجال ده ويقدر يشوف نفسه قوة كامنة جواه يقدر يفجر الكوة دي ويقدر يوصل لمرحلة من المراحل اللي هي بتعود عليه وعلى مجتمعه بالفايدة وبيتغير طريقة حياته خالص فده الهدف من الرياضة إن إحنا نمارس الرياضة مش مهم إن أنا أبقى بطل لو إمكانياتي وقدراتي تتجه لنحو البطولة هلاقي ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لي الناس اللي تطاقف جنبي وتساعدني وفيه أمثلة عندنا كتير جدا الرياضة حولت لهم حياتهم من تحت الفوق أو للأحسن لكن كابتن محمد إزاي متحد الإعاقة يكونوا فريق للكرة الطيرة يعني دي حاجة قد تخفى على كتير من المشاهدين والله الحمد لله والفضل لله هو توفيق ربنا أبلغ أي حاجة النهاردة ممكن ولد عنده إمكانيات إنه يمارس مش شرط كرة طيرة ممكن يمارس فيه رفع أسقال فيه ألعاب كوة فيه تنس طولة فيه زباحة فيه ألعاب كتير جدا لمتحد الإعاقة ممكن هي قدرته الجسمية تتناسب مع واحد مثلا عضلاته قوية فيه يلعب رفع أسقال واحد بيتميز بطول الجزع والزراعي يلعب كرة طيرة أو كرة سلة على الكراسة المتحرك بتفرق كمان درجة الإصابة النهاردة فيه درجة الإصابة دي درجات فيه ولاد أو بنات بيبقى عندهم شلل فيه شلل في رجل واحدة فيه شلل في رجلين اتنين درجة الشلل مختلفة هل في مؤثرها على الجسم كله ولا مؤثرها على منطقة صغيرة فدرجة الإعاقة أو نوع الإعاقة بيبتدي يخلينا نوجه الولد أو البنت لنوع الرياضة التي تتناسب معه فبالتالي النهاردة فيه عوامل كتيرة من ضمنها الحظ مثلا أنا ممكن أن أبقى عندي إعاقة وبيتي جنبيه مركز شباب أو نادي ولا أحتاج مواصلات ولا أحتاج مصاريف ولا أحتاج حق خالص ولكن ممكن يبقى المكان بعيد علي فتبقى درجة الصعوبة على الولد أو البنت أصعب شوية إنما الحمد لله بالنسبة للتكوين فريق يمثل مصر ده بيرجع لوزارة شباب ورياضة من خلال أندية المعاقين فيه أندية للمعاقين زي أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي والأندية كلها فيه أندية للمعاقين خاصة بالمعاقين فبيبتدي الولد يروح النادي يبتدي يخش اللعبة اللي بيحبها يبتدي مستوي على شوية يبتدي فيه منتخب لمصر يدبع اتحاد المعاقين أو اسمها اللجنة البرالامبية المصرية دي هي المسؤولة عن تلك فيه اتحاد كامل والدولة عملاله مقر في مدينة نصر في استاد مدينة نصر كمقر للمنتخبات المصرية فالولد لما بيطلع من النادي فيه مدربين المنتخبات احنا بروح نبص عليهم في الاندي وبنبتدي ننتقي ونختار العناصر الكويس يبتدي تعمل لهم تدريبات معينة ويبتدي نشترك في البطولات الأفريقية والبطولات العالمية ما شاء الله طيب هل في عقبات بتقابل متحد الإعاقة عشان يلتحقوا بالفريق والله هي العقبة اللي موجودة دلوقتي غالبا في كل الرياضات غالبا بتبع النواحي المادية تمام في عقبة من ناحية المادة المادة لأن الولد عشان النهاردة عشان تمارس رياضة الرياضة دي محتاج أدوات ليه لبس يلعب بيه تمام محتاج مواصلات تمام يقدر يروح محتاج تغزية بعد التمرين وقبل التمرين محتاج التزامات تانية نواحة اجتماعية ممكن بيروح يقعد مع زميل يخرج مع زميله فهي منظومة كاملة المادة هي أساسة تمام ده بيقدر النادي بيوفره بطريقة بسيطة يعني ممكن بيعملوا بدل انتقال للولد في الشهر مثلا مالوه بسيط تمام يساعدوا على المواصلات في المرواح وفي المجيء دي الحاجة اللي هي ولكن احنا بنتمنى طبعا ان القاعدة تتسع وان النواحي المادية تتسع شوية ويبقى فيه اهتمام شوية من وزارة شباب والرياضة بالفئة دي تمام لان الفئة دي الحقيقة احنا كأشخاص أسوياء في حاجات انا عن نفسي جربتها ما اقدرش اعملها هو ربنا مديهم قدرة داخلية غير طبعية سبحان الله سبحان الله فعلا غير طبعي يقدروا يعملوا حاجات انا لو اعدت اتمرن عليها سنين مش هعرف اوصلها سبحان الله سبحان الله فطبعا دي الحاجات دي كريم سبحانه وتعالى طبعا طبعا ده كرم ربنا كريم سبحانه وتعالى طبعا الحاجات دي ربنا هو دي الفروق الفردية اللي ربنا عملها فينا سبحان الله بيننا وبين بعض النهاردة الولد ده او البنت اللي بيتمارس الرياضة دي يعني عايز اقول لحضرك على الحاجة منتخب مصر للبنات سيدات او هم البنات يعني اغلبيته من الصعيد وحضرك عارف العادات والتقاريد بتاعتنا طبع فان الاهالي او اهالي البنات دي وبنت عندها 18 او 20 سنة يسيبوها في معسكر في القاهرة فترات طويلة يعني يدبت روحة خمس وجمعة ويبقوا يدفعوها انها يتمارس الرياضة انا لقيت دعم من الاولياء الامور غير طبيعي صراحة فكنت مبسوط جدا وانا من خلال برنامج حضرك انا بحييهم جدا ان هم دفعوا بناتهم للانجاز ان انا اوصل لانجاز انجاز بيخدم بنته وبيخدم بلده بيه في نفس الوقت يعني طب هل في بطولات حصل عليها يعني متحدة العرب والله الحمد لله فضل الله او مش في الكرة الطائرة بس هو في كل المجالات فاي دورة اولمبية يعني عايز اقول لحضرك ان انا بتكلم على منتخب مصر اه منتخب مصر منتخب مصر في كل الالعاب وخصوصا في الكرة الطائرة احنا الحمد لله حققنا على مستوى الرجال احنا حققنا سنة 2004 بطولة اسينة في اليونان المركز التالت واخدنا المديلجة البرونزية ان شاء الله فدي ما تحققتش لحد النهاردة فاحنا في تصنفنا في الكرة الطائرة للرجال في الرانكينج او في المستوى العالمي ان احنا في الرابع او في الخامس الحمد لله الحاجة الحلوة بقى كمان ان اللعبة دي الكرة الطيرجلوس للرجال محتكرينها فرق اسلامية فرق اسلامية الحمد لله عندنا ايران اسلامية واخدين ابطال عالم البوسنة مركز التاني ايران والبوسنة بيتبادل المركز اول والتاني تيجي مصر في المركز التالت فدي حاجة كويسة وحاجة عظيمة احنا منشرب بيها فأي بطولة التلات مراكز دول يعني يا رب نحافظ عليهم في جميع البطولات اللي جاي لان فيه اتجاه قوي جدا من دول اوروبا انه هم يزيحوا الدول دي عن المراكز الاولى اه ده احنا بنعنيه بقى سنين ولكن بفضل الله وقرموا طيب وليه بيعملوا كده والله يا ما تفهمش بقى العنصرية ما تفهمش انا مش عارف يعني بس هو بقى بس دي حيية دي حيية احنا بنلمسها بنلمسها ازاي بقى في تنظيم البطولة يحطونا في مواقف صعبة تمام ويحطوه في المجموعات لما يجي يقسم المجموعات تلاقي مشوار مصر عشان توصي في تصعيب يعني في تصعيب على الفرق متعمد متعمد الله اعلم بس هو غالبا احنا في كل بطولة بنعاني من الكلام ده اما بالنسبة في رئيس السيدات احنا فريق السيدات ده بقى له سنة بس يعني احنا كوناه بقى له سنة والحمد لله في فضل الله شاركنا في بطولة افريقية واخدنا فيها المركز التاني تحت قيادة الحضرت اه الحمد لله ودي احنا اتغلبنا من فريق رواندا ورواندا ده يعتبروا ابطال افريقيا بلهم عشر سنين احنا لعبناهم وخسرنا ثلاثة اتنين فرق نقطتين ولكن كان ان شاء الله في المرات الجاي بقى في حاجة احسن لهم ان شاء الله طيب الرياضة بتعود على يعني الاشخاص المعاقين بيه يعني اكيد لها فوائد عليهم من نواحي الشخصية والنفسية فايه فوائدها الله اقول لك على حاجة هي الرياضة بالنسبة للفئة دي هو الاصر اللي بيجي من الرياضة هو نفس الاصر اللي بيجي لأسويق ايه هو الاصر اولا فيه اصر معنوي تمام فيه اصر نفسي يعني المعنوي انه هو دايما الولد بيحس بذاته بنفسه النفسي انه دايما في حالة من الارتياح تمام في حالة من الشبع النفسي في حالة من انه هو حاسس بكيانه انه هو حاجة فبيثبت كمان أو عنده الدافع اللي يثبت الحاجة دي جوا يجي من ناحية المادية النهار ده لما بياخد بطولة الولد أو البنت بتعمله مكافأة سواء من النادي سواء من وزارة شباب الرياضة يعني الدولة بتكرمه ده كل ده بيرفع من الحالة أو من الناحية النفسية ليه ومن الناحية المادية الاتنين ده فده بيأثر عليه بيبتدي اتجاهه بعد كده ايه الولد ده اللي ما كانش قادر يلعب رياضة اللي كان بصص للدنيا نظرة متشأمة لقى الدنيا بتتفتح له لما يلاقي فلوس يبتدي يجيب عربية يبتدي نفسه يتجوز يبتدي يخلف فالحياة اختلفت خالص يبتدي هو يحس بنفسه قدام أولاده إنه هو قيمة يعني إنه هو حاجة رمز من رموز مصر فده الحاجة دي كلها بتنعاكس على أسرة كاملة يبتدي الفخر لأبوه أمه لأسرته يبتدي حاجات كتيرة احنا لمسناها وشفناها الشغل ممكن يكون لو قاعد في البيت مش هيشتغل صح بعد البطولة ييجي مثلا المحافظ بتعبلته بيكرمه بيشغله بيدي له شقة تبعا نسبة المعاقين 5% فالحياة بتختلف تماما مجرد إنه هو حقق بطولة أو لعب باسمه مصري تماما طيب أكيد المحيطين بالشخص المعاق ليهم دور برضو في تحفيزه فهل حضرتك لمست المعنى ده؟ اه طبعا كل المحيطين احنا فينا كشعب مصري بيبقى فينا حتة الطيبة أو حتة انك عايش تساعد غيرك دي حاجة بتاعت ربنا يعني تمام فما بتلاقي حد معوق أو حد محتاج المساعدة فانت بتبقى عايش تساعده بكل ما تملك طيب النهار ده لما حضرتك تيجي في النادي اللي الولد فيه بيعملوا حاجات بسيطة قوي دلوقتي جميلة قوي زي مثلا السلم لو حضرك انت رايح سلم داخل النادي بتشوف سلم تطلعه عادي وتمشي فيش مشكلة ألاقيه الأندية دلوقتي الخاصة المعاقين يبتدوا يعملوا لهم رام بكده زي مطلع صغير يطلع عليه بالعجلة بتاعته أو يطلع عليه بالعكاز سهلوا العملية ألاقي فيه ترابزين حديد يعملوا في الحيطة بحيس الولد مش قادر يمشي يمسك في حاجة أو ماشي فيه تسهيلات وفيه حاجات جميلة الناس بتساعد بيها المعاقين ولكن أنا هنا أنا كنت أنا بناشد في الموضوع ده بقى لسنين على فكرة ومحدش يعني خد فيه موقف إيجابي أتمنى بدل أنديت المعاقين أنديها فقيرة يعني بيبقى الدعم اللي جيله من جوال الشباب دعم قليل والعدد اللي إحنا عندنا تقريبا اثنين أو ثلاثة مليون معاقفة مصر اثنين مليون اه أو ثلاثة مليون كتير طيب النهاردة العدد ده محتاج الحياة البدائية البسيطة محتاج أنه يروح عد في نادي محتاج أنه يبقى عنده مصروف يقدر يسترفه داخلي يقدر يتحرك به عربية تساعده طيب النهاردة الناس دي محتاجة لحاجات دي ازاي انا كنت قاية الفكرة ولكن النهاردة ما تنفستش لحد ايه الفكرة الفكرة عنده الأهل عنده الزمالك عنده الكبيرة في عنده في كمية محافظات في اسماعيل في الإسماعيلي مصر في برسعيد ليه الاندي دي ما تفتحش ولو قسم قسم للمعاقين حتى لو بعدد محدود تمام يعني النادي الأهل النهاردة ييجي يعمل نشاط الرياضي يعمل فرقة كرة طايرة للمتحد العاق فرقة رفع أسكار وهلعبه باسم النادي الأهل هل ده مش موجود لا انا بنتكلمش عن النوادي الكبيرة انا بنتكلم على النوادي بصفة عامة مش موجود الموضوع ده لا هو موجود في عندية للأسف للأسف يعني احنا بنفس المبين الجنس ودي حاجة مش كويس ازاي ازاي يعني اقول لحضرتك على حاجة يعني قصدك فيه عنصرية يعني ممكن مش شبع عنصرية ولكن احنا بنفس ليه ما ادلوش حقه انه ده انسان طبيعي يعني ليه ليه اعمل عندي خاصة للمعاقين واندي خاصة لغير المعاقين او الاسوياء زي ما بيقول يعني طب ليه ما ادمجوش اعمل ليه ده هو الرياضة ان احنا نعمل عملية دمج صح النهاردة دورة الأولمبية دورة الأولمبية تقام كل اربع سنين كانوا الاول لحد سنة 2004 كانوا بيعملوا الدورة الأولمبية للأسوياء بعد ما بتخلص يبتدوا يعملوا الدورة الأولمبية اسمها البرالمبية او اللي هي الشبهة أولمبية شبهة أولمبية اه دي الأولمبية ودي البرالمبية عن الشبهة أولمبية يبتدوا يعملوا الدورات دي للمعاقين دي تخلص دي تبتدي طيب ابتدى الاتحاد الدولي اتحاد الدولي واللجان الدولية قالك لا ما فيش فرق ما بين الاتنين. احنا هنعمل الدورات كلها مع بعض في نفس الوقت تمام. وده اللي حصل يعني انت احنا النهاردة بنفكر احنا عايزين الفكرة ده من الثامن زمان محدش سأل فيه يعني. فالنهاردة يا وزير الشباب والرياضة ليه الاندية الكبيرة؟ هم عملوها بره؟ عملوها بره وطبقوها. اه. ليه ما انطبقاش هنا؟ يعني دخل الاندية الكبيرة. الاندية الكبيرة بما تملك من مال. بما تملك من نفوذ. يبقى فيه قسم مش هعمل لك مشكلة. ده بالعجل. ده هيجيب لك بطولة باسمك. بالزبط. وهتاخد عليها دعم من وزارة الشباب والرياضة. بالزبط. فانت الكسبان كنادي. فليه لاندية المعاقين فقيرة. مفيش ملاعب. مفيش امكانيات. على العكس المعاقين دول اللي بيرفعوا على مصر في الدورات اللومبية. اللي احنا اسوياء ما بنعملش. يعني عندنا كرام جابر في رفع في المصارعة جاب مداليا في 2004. النهاردة المصريين في متحد الاعاقة بيجيبوا بالحاجة وعشرين مداليا. الايمان لدور اكيد. اه طبعا. يعني انت بتقول ان احنا كمصريين بنحصل على كل المداليات دي والبطولات الولمبية او في البطولات الولمبية اكيد الايمان عند المصريين ليه دور فتفتكر ان الايمان ليه دور اه طبعا والايمان والعقيدة الانسان في حياته عموما ما بيختلفش كتير عن حياته الرياضية او حياته العادية الاتنين مرتبطين بعض النهاردة في اي حاجة في اي عمل سواء رياضي سواء عادي لازم احدد انا كشخص الهدف اللي انا عايز اوصله فيه هدف قدامي عايز اوصله طيب الولد المعاقدة بيبقى عنده هدف عايز اوصله يبني تعالى العب الرياضي انا شايفين ان انت هتبقى بطل عالم ده المدارب بيقوله كده انا بقولي بقى يعني بتلاقي للشخص المسلم عنده طمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى وده بيحفزه ان هو يبذل كل اللي يقدر عليه عشان يقدر يبقى ناجح في الرياضة دي فهل ده صحيح او ده لمسته اه طبعا بييجي دور المدرب في التحفيز للعامل اللي هو جوه جوه الشخص نفسه جوه الشخص نفسه وعنده ايمان بالله سبحانه وتعالى وعنده ايمان بكيانه وبقدرته ولكنه عايز حد يساعده على تفجير الحاجات دي يعني لازم حد يساعده على تفجير التقاط والحاجات دي الحاجات دي مقدرش يعملها لوحده لازم حد يطلح من جواه طيب هقول لحديك مثل صغير بسيط يعني الكمال لله واحده سبحانه وتعالى النهاردة كلنا انا شايف دي وجهة نظري كل البشرية معاقين يعني ايه معاق؟ معاق يعني مش قادر اعمل حاجة في حاجة بتستعص علي مش قادر اعمالها فانا معاق في الحتة دي لو انا قلت لحضرتك دلوقتي انا هطلع اقف على الترابيزة دي برجل واحدة وفشلت يبقى انا معاق نقدر ان انا مش عارف اعمل دي صح صح حد بقى واحد معاق قل له تعالى اعمل دي ويفرض عملها يبقى انا بالنسباله انا المعاق مش هو صح هو مقدرش يعمله فهو بيبصلي ان هو معاق او انا ببصلي ان هو معاق بالنسبة للحاجة دي ولكن طالما ربنا سبحانه وتعالى مدينا العقل والفكر اللي يخليني اقدر اعمل وانجز في عمل الهدف من الموضوع كله ان انا انجز في حاجة تتناسب مع قدرتي صح انجزت فيها انا بسم الله مش قوى الله يعني ابقى كويس قوي عند نفسي عند عيلتي عند بلدي كل محتم لك للشباب اللي هو بيهمل الرياضة كلية وبيعتبر ان ده جانب مش مهم اصلا في الحياة ارسلتك ليهم تقولهم ايه والله يقولهم هقولهم عن تجربة الشخصية انا ك يعني ولد صغير تديت ولد صغير انا والدي كان بيلعب بسكد في نادي الجزيرة فخدنا من صغري انا واخويا ودخلنا مجال الرياضة بنلعب عادي وحنا صغيرين لقينا حياتنا كلها بتتاجه للرياضة حتى الدراسة يعني انا خلصت السنوية العامة دخلت كلية التربية الرضية حبيت الرياضة مشيت في مجال الرياضة من الرياضة اتجوزت وفتحت بيتي وربت اولادي ودخلت بنتي دلوقتي كلية التربية الرضية يعني انا مشيت في اتجاه من كلمة رياضة مشيت ان امارس رياضة ما كانش تموحي وانا صغير ابدا ان انا العفو منتخب مصر ولا حق بطولات علامية دي حاجات ربنا سهلها لي ليه لان انا اجتهد في حتة صغير فكل واحد بيجتهد في مكانه او في حاجة حبيبها ربنا هيكرمه فيه طب ارسالتك للمعاقين اللي بيهملوا الجانب ده والله الرسالة اللي عايزة اقول للمعاقين اتمنى اتمنى نمر واحد يعني يبقى فيه اهتمام زي ما حضراتكم النهاردة بتهتموا بالجزء ده اللي كتير من القنوات تخفل عنه اللي كتير من الاعلامين يخفلوا عنه انت النهاردة بتفتح نفذة امل ليهم لانه هما الاغلبية عندهم احباط نفسي الاغلبية من الاصابة من الظروف الاجتماعية من حاجات كتيرة فبيبقى عنده احباط نفسي هخرج ليه وعمل ليه النهاردة لما يفتح التلفزيون ويشوف برنامج حضرتك ده حاجة جميلة قوي ده ممكن تديله حضرتك ده شعاع امل يخرج منه لحاجات كتيرة قوي فالنهاردة الاعلام ليه دور مهم جدا في توجيه الفئة دي النهاردة يشوف اي مركز شباب جنبه اي نادي جنبه اي جمعية اجتماعية جنبه يبتد يخرج والاحداث هتتوالى هم يفكرش ايه اللي يحصل بعد كده فربنا يكرمهم ان شاء الله واحنا معاهم في اي وقت في اي مكان يعني يروحوا مجال معاقين يسألوا احنا عايزين فلان هيعرفوا يوصلوا لي يعني احنا الحمد لله المجتمع مرتبط كله ببعض من اسوان لحد اسكندري طبعا احنا يعني انت قلت لنا ان عدد المعاقين في مصر اثنين مليون النسبة الدين اللي بتشارك في الانشطة الرياضية والله العدد قليل يعني لو قلت لك مثلا نسبة مايكملش 15% نسبة قليلة جدا الاغلبية يعني برضو حتة الاغلبية برا القاهرة انت حدوك عارف في المناطق الريفية والمناطق السحرية العملية دي بتبقى يعني صعبة عندهم شوية انه هو يخرج بنته او ابنه ان يروح نادي او من ناحية الاجتماعية من ناحية المالية المادية الحاجات دي بتبقى عملية صعبة شوية فيبتدي اقعد في البيت حتى طبعا الدولة دلوقتي بتتجه لي التعليم المجاني مثلا التعليم ده يعني ما هو ده حاجة كويسة ده باب للولد ان يخرج منه انه يتعلم يا ما شفنا دكاترة ويا ما شفنا عبقرة طه حسين ما كان مكفوفه بسم الله ما شاء الله يعني بنشوف نمازج نمازج كتيرا النمازج احنا ما ندور عن نمازج الرياضية دلوقتي لما يشوفوا زملهم نفس الاصابة بيرفع على مصر بياخد مادليا بيكرم حياته متغيرة خالص تمام النهاردة دي حاجة بتبقى حافظ ودافع للولد او للبنت ان هو يسعى فيها ودايما يا رب دايما يا رب دايما احنا كلنا اللي يقدر يعمل حاجة لأي حد متحد اعاقة دي تبقى حاجة في ميزان حسناته ودي حاجة يعني مش حاجة بس وانت بتتكلم كده عندك رحمة وشفقة وحب وانت بتتكلم عن متحد الاعاقة تقول ايه للناس اللي بتعاملوا مع متحد الاعاقة بأسلوب مغير بتعاملوا معاهم بقسوة بتعاملوا معاهم انهما يعني فئة مستمكرة يعني بتعاملوا معاهم بأسلوب مفهوش الرحمة اللي انا بلاقيها في كلامك تقولهم ايه والله يقولهم وكل واحد يتطاق الله اتطاق الله في عملي اتطاق الله في ده اخويا ودي اختي ده كنت ممكن انا في يوم من الايام ببقى مكانه ايه يعني هو ربنا سبحانه وتعالى حاطتنا مع بعضينا عايشين في مكان واحد نتعاون كلمة التعاون دي كلمة كبيرة الناس بتاخدها بمفهوم نتعاون على على مثلا على المادة او ان انا سلف زميني لا خالص تعاونوا على البر والطق ولا تتعاونوا على الاسم والعدوان تمام فالنهار ده التعاون ده الكلمة ان مجرد انا لما اشوف حد معاك في الشارع اه اطلع ايده اسنده ماشي ده دي حاجة تبقى حاجة بسيطة وتبقى حاجة جميلة ان شاء الله كابتن محمد رؤوف مدير منتخب مصر المتحد الاعاقة لكرة الطيرة بشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام في نهاية هذه الحلقة اه اتقدم بالشكر لضيفي ولكم على حسن متابعتكم واترككم في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليل الاحبة بدره نور بدى ليل الاحبة بدره نور بدى وطير من فرط المحبة قد شدى والزور بل له تمدل والندى والندى طعب المساء إذا اجتمعنا على الهدى إذا اجتمعنا على الهدى ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا